علي من عمان أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيفية السلام عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الجملة الدعائية رضي الله عنه أو عنهم أو عنهما عن الصحابة رضي الله عنهم فهذا اصطلح عليه العلماء اصطلح عليه العلماء أخذا من قول الله عز وجل رضي الله عنهم و رضوا عنه رضي الله عنهم و رضوا عنه فاصطلح على هذا العلماء لكن لو قيلت في حق غير الصحابة لا حرج يقال مثلا أحمد بن حمبر رضي الله عنه الشافعي رضي الله عنه أبو حنيفة رضي الله عنه مالك رضي الله عنه سفيان رضي الله عنه مثلا عطاء رضي الله عنه وهكذا لا بأس بذلك لأن ليس فيها نص يقصر الترضية عليهم فقط دون غيرهم ولذلك علماء الحديث علماء المصطلح ذكروا هذا كمصطلح بالنسبة للصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام منصوص عليها بالنسبة للصحابة إذا ذكر الصحابة يقال رضي الله عنه وبالنسبة لمن بعد الصحابة من التابعين فمن بعدهم يقال رحمه الله يقال رحمه الله هكذا اصطلح أهل العلم على توظيف هذه الجمل الدعائية لهذه المقامات فمقام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه مقام الصحابة الترضي عنهم مقام العلماء وبقية الناس الترحم عليهم